السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبة قلبي تعالى أقول لك المشتريات منين نجيبها وإحنا عادي بمكاننا بنفس السعر إلا عليها خاصة وإيه الحاجة اللي بنحتاجها كل شهر لكل بيت ونوفر إزاي وإيه الحاجة المضمونة نمرة واحد وهقول لك الأسعار اللي موجودة دلوقتي في السوق من خضار علافة تموين لحوم أسناك فراخ هقول لك الأسعار دلوقتي موجودة في السوق بالزبط أسعارها والحاجة اللي هنجيبها في الشهر وهتكفينا وهتنفعنا أول حاجة كده دي مشتريات إسبوعين بالنسبة لي مش إن شهر ممكن بالنسبة لحد تاني ممكن تكون دي مشتريات شهر يعني المشتريات دي ما تكفيش بيت إسبوع وبيت تاني ممكن تكفيه إسبوعين وبيت تالت ممكن تكفيه شهر وأكتر حسب عدد أفراد الأسرة وحسب الميزانية وحسب الأكيلة لجوه البيت بألف هنا وشوفها لأي حد يا ربي يجيكم الصحة والعافية وتجيبوا وتمنوا البيت خير أول حاجة أحب أقولها أنا بحب أجيب الفول والبليلة بعملهم بنفسي ده برضو أوفر وأحسن وهنعملهم مع بعض برضو في القناة جبت نصف بليلة وكيلو فول تدنيس أبيض وده ربع حمص طبيخ وجبت نصف عدس أصفر شارسكندراني ومرة عدس أصفر الجو بدأ إساق بالنسبة للدقيق جبت 2.5 كيلو دول عكفوني الشهر مش هحتاج حاجة إلا إذا عملت حلويات كتير نصف كيلو هعمل له كيكة وكيلو أرقيش منين بالعجوة وكيلو بسكوت بالعجوة برضو اللي بت بيحتاجها ممكن ده بيكفي معايا برضو مش بيكمل ده يعتبر 8-200 جرام بون العروبة ده ممكن يقعد عند حد بالشهر بس أنا ممكن أسبوعين لو خارجين لو ابني راح شغل الصبح لازم يشرب كوب بيت قهوة الصبح علشان يفوق لو أنا نازلة لازم أشرب قهوة ما بعرفش بنام على نفسي في المواصل ونجيب كمان ربع أنا بيكفني كل أسبوعين ربع شاي لبتن بس تعمل نصف كيلو في الشهر بالنسبة للسكر دلوقتي أنا جايبها 2 كيلو بس هيعود معي أسبوع على فكرة لما تعملي بنيلة أو تعملي كيكة هبتستهلكي برضو كيلو وحوالي كيلو برضو للشاي يعني احنا حوالي مثلا كل أسبوع 2 كيلو سكر ده اللي لي أنا قلتلك برضو حسب استعمال كل بيت دلوقتي جيت الشاي وكمان البند ده بوريكي الملح ده من أمازون فوسط الحاجات اللي هجيبها هقول لك جبت إيه من أمازون بسهرها جميل جدا ده ملح نور أنضف أنواع الملح وده ملح كوكس البترامان ده بـ 2 جنيه ونص طبعا في أمازون مغلفينه طبعا أنا مالش أي مصلحة إلا أنتو يعني الحاجة اللي بتيجي من أماز بنفس السرق أو فيها خاص ما هقولك عليها جبت شهرية كيلو واللسانة عصفور كيلو بس تعملش اللحوة نص كيلو رز بس ماتي برضو هعمله الشهر ده دي بالنسبة للتوابل جبت تمن كمون حصة وكسبرة حصة تمن برضو فلفل أسود حصة تمن أنا بيكفيني في الشهر ده وجبت الزيت طبعا كل بيت حسب احتياجه أنا بالنسبة لي دي إزازة وعلبة سامنة روابع بالقشط حاليا دي أفضل حاجة برضو دي ممكن تطلبيها من عن نت أمازون فيها خاصم هناك وفي كارفور دلوقتي برضو سامنة روابع عليها خاص معاني السوبر ماركت وأي محل بالنسبة للزيت أنا عن نفسي ممكن أستعمل في الإسبوع إزازة لتر الرز بقى ممكن تجيبي كيلوهات ممكن تجيبي إنصاص حسب استخدامك البيض احنا عن نفسنا ممكن نستعمل كارتونة في الإسبوع بس دي كارتونة ان شاء الله تكفينا إسبوعين لو ما عملتيش كيكات لو ما عملتيش عجة ممكن تقعد معاك الطايد بقى برضو جايبينه من أمازون ده عليه خاصم 7 كيلو يابانات بمية وسبعين جنيه يعني كيلو وقف 24 جنيه وحاجة أصلي طبعا مش مخشوش مش تقليد 7 كيلو لو حسبت 7 كيلو كيلو 24 جنيه طبعا ما فيش السر ده طبعا سايب فبالنسبة لك حلو جدا لأن النسبة لك يكفن شهرين وجبت روبا أو تومن سلك مواعين وجيركن سابون سايل إنه عضا حلو جدا جبت السابون سايل برحة اللمون بـ 20 جنيه دي حاجة زريفة برضو كده عند السابونات بتاعة السابون السايل يعني ممكن يكون تبع شركة مايوي برضو رحته جميلة جدا وبينضف المواعين حلو قوي ده بـ 20 جنيه بيقعد معايا برضو حوالي يعني أسبوعين دلوقتي أوريكي برضو جبت حاجة الرز بس ما سيهن أنا محتاجة توابل مخصوصة بتاعته بتاعة الكابسة جبتها جبت نص كيلو مكرونة سباكتتي بس جنب مثلا بنيه وجبت نص كيلو مكرونة ألم يعني تشوف احتياجك إيه وتجمعيه جبت ماجي جبت بـ 5 جنيه يعني سون وبـ 5 جنيه شمر وكراوية ثلاثة أنواع وحطتهم على بعض علشان المشروبات مع الشاي ومع البني أنضف وأحلى أنواع السمك والكبير أوي ما يوصلش أكتر من 45 جنيه ده كيلو بـ 45 2 كيلو بـ 90 ممكن تجيبي أصغر شوية حسب عدد الأفراد الأسرة ممكن تجيبي في المرة كيلو وتقسميه لو هتشلي في الفريزر شلي زي ما هو باريكي النوع كويس تبقى خاشيم وحمراء والسمكة تبقى نشفة لو دستي عليها تفضل زي ما هي صبعك ما يدخلش جوه ما يعلمش تعرف إن السمك ده فريش كده صابح والخاشيم تبقى لونها مبيتي دي مش طرياتي في الخضار حبيت أريكو البطاطس بتاعت التحمير بتبقى فيها نقط حمراء كده دي بتاع الشبسي تعرف إن دي بتاع تحمير مش هيجرى لها أي حاجة عشان البيعين دايما مش كله عنده دمير إلا من رحمة ربي زي ما قلتلك البطاطس بتاعت التحمير اللي بيبقى فيها جزء أحمر كده في البطاطساية البصل دلوقتي فيه بخمسة وفيه كيلو ونص بعشرة باوركي البطاطساية البصلية بتبقى عاملة زي الجبنة الأريش ممكن تجيه بيستعمال الشهر كله دا استعمال الشهر عندي دلوقتي الكيلو جبنة الأريش وصل أربعين جنيه أحلى حاجة عند الناس بتوها الجبن والزبدة اللي بيعودوا مش جايبها من سوبر ماركت بسوح دواسقا فيها وبتعامل معاها جبت بتنجان أبيض واسود للتخليل أو للمعشي الجيبي فلفل رومي نصف وفلفل حامي ربع جبت كمان الخيار الصغير للأكل والكبير للسلطة صدقيني الصغير والكبير لو هو بلدي هيبقى مسكر وزي الفل والكبير كمان مش هيبان في السلطة يعني ممكن نجيبه أرخص شوية بدل بعشرة أو بتمانية نجيبه دا بخمسة وممكن أرخص كمان قادي الخيارة كبيرة مش مشكلة مش هبان في السلطة تجيب الكمية اللي انت محتاجاها جبت برضو لبن بلدي حسب احتياجك تقسميه انصاص أو كيلو سل لمون جبت نص كيلو كفاية لو عايزة تخليلي الجيبي أكتر ممكن تحطيه في الفريزر زي ما هو مش بيجرأ أي حاجة جبت خضرة بخمسة جنيه شبط وكسبرة وبقدونس لزوم المحشي ولزوم السلطة بس ما ننساش نحط معلقة سل السين في قلب جورنان والخضرة بتعيش معانا مدة أطول مش بيجرأ لها أي حاجة جبت نص بنيه كل يومين نعمل حاجة جبت فرخة واحدة بس ممكن نقسمها على مرتين يبقى كده ناقص مثلا لو هتجيبي انت لحمة نص سليم ونص مفروم لو انت مثلا إمكانياتك منستمحة بأكتر من كده حاجات بسيطة ممكن يوم هنعمل نعمل بصارة نعمل كشر اسكندراني كشر عادي احنا عن نفسنا كنا زهنم العادي فقلت هعمل كشر اسكندراني فجبت عدسة أصفر عايز أقولك زبادي المراعي دلوقتي بخمسة جنيئ كبيرة جمية وتمانين جرام الكبيرة حلوة مظبوطة أكتر من جهينة وأرخص كمان جهينة بخمسة ونص وبستة دي مكتوب خمسة بدل سبع عليها عرض لو عندك أطفال أو هتحتاجيها تعملي بسبوسة تبلي بني ده بحتاجها برضو بتعمل طرهوة في الفرخلة وهتتبليها والبني البصل بوريكي الأحمر والأبيض الأبيض جايبها كيلو ونص بس من عند الخضري كيلو ونص بعشرة ده ممكن تجيبيه من السوق خمسة البصلية تبقى مدورة ومقفولة من فوق مش مفتوحة علشان نتبقاش بايزة ولا فيها حاجة طريق دوسي على العنق بتاعها كده من فوق تلاقي ناشف مش طريق البصل اللي هتحتاجيه في الشهر هاتيه في الأول يعني مثلا بتستهليك 4 كيلو في الشهر هاتيهم بـ 20 جنيه وتريحي دماغك الحاجة اللي هتنفع معاكي وفيها خاص ما هاتيها زي ما قلتلك البطاطس تجيبيها اللي هي فيها حتة حمرة تتأكدي ان دي بتاعي تحمير الزبادي تجيبيه حسب احتياجك برضو لو عندك أطفال لو بتاكليه كل يوم واحدة مثلا في العشاء شوفي انتي حسب احتياجك انا قلتلك الحاجات اللي عليها عرض وخصومات يعني مثلا انا بالنسبة للجبنة القريش دي هكافيني شهر طيض الأوتوماتيك هيكافيني ان شاء الله شهر يعني البصل ده ممكن اسبوعين شا يكمل الجبنة بقى يا بنات حلوة جدا في البيت نعمل عندي ربنا اي حد جعان لو ما بجبنا بتنفع جدا في فطار وفي عشاء بتنفع في اي وقت الطمطن زي ما قلتلك لو هتعملها للطبيق هاتي اللي طرية شوية او ماخدوشة كده من القفص بس تكون حمر اهم حاجة ومش بايزة تنفع طيور لا احنا عايزين تنفع بنا قدمين الفلفل زي ما قلتلك لو انت تعملي محشي زويد شوية هاتي بتنجان رومي تعملي مرة مساقعة حاجات كتير جدا ممكن نعملها وتوفر معانا ونمشي الحال ونمشي الدنيا زي ما قلتلك الخيار استغير شوية لو بتحبيه الاكل الكبير شوية ارخص ثلاثة بعشرة او اربعة كمان الكبير كيلو ربع كيلو نص بعشرة وفي بعشرة جنيه كمان اللي هو الصغير الخيار عند الخضرية حبيت اقولك ان انا كمان اللبن جبت على قد ما انا هستعمل لو انت عايزا معلب بخيره الكيلو بستاشر وبسبعتاشر اوفر من النص النص بيبقى بعشرة اللامون دلوقتي انا جبت كيلو ربع بعشرة دم الخضر بس في السوق الكيلو بس بعشرة وممكن تلاقي اقل لو صغير للتخليل الشبط وكسبران انا جبتول اني نوعي اعمل محشي والبقدونس جبتوا علشان الصلطة واجيبي برضو جرجير بس انا كان عندي تنضى فيه وتشليف التلاجة مع جنب جبنة جنب فول وزي ما قلتلك الفول اللي هتدمسي تقسميه في كياس للفطار اللي ريحك في كياس شفافة كياس تلاجة بوريكي الفرخة والفلي دول ممكن يتقسموا برضو لو الفرخة سليمة بس بقى للأسف الفرارجي قطعها لابن هو اللي جابها وقال له قطعها كنت حابة اوريها لكو سليمة وقطعها معاكو والصدر والوريك ونقسمها ازاي ممكن لكذا واجبة دلوقتي مش فاضل بقى إلا إني إيه أمسك الطماطم دي طرية أصفيها أضربها في الخلاط واغليها وأسبكها وأصفيها وعبقها في كياس شفافة علشان تكفيني طول الشهر تجيبي مثلا تمانية كيلو عشرة كيلو ورمي في الفريزر بعد التسبيق صدقيني الحاجة بتبقى فيها بركة بتيجي تعملي الأكل تلاقي عندك الصلصة الطماطم حاجة سهلة وسريعة غد البطئ ما تلكيش أعملي لايك لو أنت شاف الفيديو يستاهل حتي لايك الآن مرة تشوفيني دوسي اشتراك فعل الجرس عالكل عشان يوصلي كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته